تواصل مديرية شباب والمرأة الثانية افتتاح دورتها التدريبية المهنية والترفيهية للشباب ولكل الجنسين وذلك سعيا لتطوير مهارات المشاركين واستغلال الفرصة لدخول سوق العمل في المستقبل للمرة الثانية في هذا الصيف تقوم مديرية الشباب برعاية جودار شيخو المشرف على ادارة زاخو المستقلة بتنظيم دورات مهنية وصحية وثقافية وفنية لشباب مدينة زاخو حيث بلغ عدد اقسام هذه الدورة اكثر من عشرين قسما ووصل عدد الشباب المشارك في جميع اقسام هذه الدورة والدورة السابقة الى اكثر من الف شاب وشابة فتحت لهم ابواب المستقبل بعد تلقيهم المحاضرات النظرية والعملية في اقسامهم المهنية والفنية والصحية وثقافية واقسام كثيرة اخرى ولكي يكونوا عناصر فعالة في بناء وتقدم وتطور المجتمع الكردستاني عامة وادارة زاخو المستقلة خاصة وتحقيق احلامهم وامالهم في مستقبل زاهر ولكي تكونوا نهاية دوراتهم مصدر رزقا لهم ولعائلاتهم هي اسعافات اولية لكل بيت يحتاج لها يعرف يضرب ابار يعرف يسوي تداوي بالبيت ونحتاجها بكل مكان نحتاجها وهدف معنا تقوية هذه الطلبة حتى مثلا اللي اللي نقدر عليه نتعلم نعلمهم ويقدرون يعالجون هذا المريض بالبيت سواء تداوي سواء خياطة جرع سواء زرق العبر سواء قياس الضخط قياس سكر هاي الاشياء اللي احنا نحتاجه يوميا بالبيت ان شاء الله خلال عشرين يوم ندربهم ونعلمهم من الكرشي ترجمة نانسي قنقر